وجه ماثيو كاروانا نجل الصحفية التي تم اغتيالها في مالط اتهامة خطيرة من بين الاتجار بالبشر للمالطين فالجافا الذي زار العاصمة الليبية طارابلوس مؤخرا هذا في بقبل فيها عدد من مسؤولي حكومة الوفاق غير الدستورية هذا فيما قال ماثيو وهو نجل الصحفية دافاني غالتستا التي قتلت بعبوة لازقة انفجرت في سيارتها وهي تحقق في شبكات تهريب الوقود والبشر المرتبطة بليبيا خلال تغريدة لها عبر حسابي الرسمي على موقع تويتر بأن جافا يبارس الابتزازة والاتجارة بالبشر تنأي عرقلة من الحكومة المالطية